السلام عليكم من سيكو يا جماعة النهاردة جايبا لكم فيديو طريقة عمل وردة بلدي زي اللي انتم شايفينها دي بعجينة السيراميك آآ آآ قبل ما ابدأ ياريت نعمل سبسكرايب للقناة واتفعلوا الجرس ولو في اي حاجة اكتبوا لي في الكومنت ونرد عليكم. احنا طبعا وردكم قبل كده ازاي بنعجل العجينة وازاي بنلونها فاحنا هنلونها باي لون انتم حابين وزي اللي انتم شايفينه ده آآ وحتفرق تاخدوا جزء منها وحتبرموه ولو هي نشفة او اي حاجة ممكن تحط لها آآ ندعة زيت او فازلين وتبرموها بالشكل ده وتقطعوها بقطاع طبعا انا للأسف مش معايا قطاع دلوقتي فبعمل بسكينة بس لو الاطفال هيعملوها طبعا اكيد معهم الادوات بتاعت السلصات هنقطعها بالشكل انتم شايفينه ده قطع صغيرة وبعد ما البرمناها آآ هنبدأ نبرم آآ نفرج كده ونعمله كدايرة او كشكل زي انتم شايفينه وتبدأ وتبططوه بصابعك بصابعك تفردوه خالص ويا ريت آآ يعني احنا حابين يعني الشكل يبقى عشوائي وتكون بصامات ايديك عليه بحيث ان يعمل احساس الورقة بتاعت الزهرة فعلا حاولي بس تبرمي آآ تفرديه على قد ما تقداري تخليها رقيقة تكمني بقية القطع اللي احنا قطعناها بالشكل ده طبعا انت تكوني دهنة ايدك آآ زيت او فازلين برضك عشان الورق وانت بتعمليه ما يلزقش فيكي وبردك تكوني دهنة فازلين الحاجة اللي انت بتتشتغلي عليها عشان برضك ما تلزقش آآ الورق عليها او اي شغل انت بتعمليه عمدا طبعا الاطفال ياريت آآ يخسلوا قدام كويس عشان احنا عارفين ان العجينة فيها غيرة فبعد ما يخلصوا يكونوا غسلين قدام كويس قوي عشان آآ ما يحصلش مشكلة وياريت لو يلبسوا جلافز بس انا بصراحة ما بعرفش اشتغل بي ومعليش بعتذل على الايدي لان كنت برسم حنا فالدنيا متبهدلة معايا هنكمل زي ما انتو شايفين ياريت تعمليه على اكبر عدد من الورق عشان ده هيفيدك بعد كده هنوريكو ازاي آآ تبدأت تكوني مع بعض الشكل الوردة انا عاملة كمان لون اخضر آآ بحيس ان يعمل الورق الخارجي للوردة بنفس الطريقة هتعمليها هتاخذ قطع صغيرة وتفرديها وترقق اياها زي ما احنا شفنا قبل كده حاولي تعمليه مسلا تاربع وحدات وترقق اياها كده تريبا احنا خلصنا آآ كمية الورق اللي احنا عايزينها مؤقتا طبعا انت لو عايزة مسلا وردة مدراجة وممكن تعملي كزا لون في الازرق احنا دلوقتي هنعمل قلب الوردة هتاخذي قصص صغير وتبرميه وتعمليه زي الدمعة كده تمام تاخذي اصغر ورق انت عمليها وتبدأي تلفية عليها بالشكل انتو شايفينه ده براها خالص تلفية وتقرر نفس العملية تانية طبعا لو الورق لزق آآ في في الشيء زي ما انا مفروض قلت لكم من شوية مفروض تحطي فازلين او زيت او اي حاجة لو ورق لزق آآ شديب آآ باي حاجة آآ حد زي انتو شايفينها دي بحيس ان السكين او اي حاجة يطلع من من اللزق بتاعته تفضلي بقى تكملي بالشكل ده تحطي ورقة فوق ورقة التقاء الورقتين حاول تحطي في الورقة وقبل اخر الورقة ما تقفليها حطي الورقة اللي بعديها يعني قبل ما تقفلي الورقة حاول تحطي الورقة بحيس ان هم يبقوا شابكين في بعض بالشكل اللي انتو شايفينه ده وتبدأي تفتحي الورقة عشان ما يبقاش لازق في بعضه ويعمل احساس الورقة بجد حنبدأ بقى يعني حنفضل نكمل بنفس الطريقة اللي انا بقول لكم عليها دي حتبدأي تحطي الورقة فوق التقاء الورقتين وقبل ما تقفلي الورقتين آآ تحاولي تحطي الورقة التالتة عليهم وتفتحي طول ما انت شغلات تبدأي تشيل الورقة من بعض عشان يعمل احساس الورقة وما يلزقش حاولي تركبي الورقة على الورقة يعني ما ما يبقاش الورقة آآ دي بتخلص دي تحطيها لا حاولي تركبي الورقة فوق الورقة زي ما انتو شايفين بدأ يعمل احساس الورقة البلدي نبدأ نحط بقى اللون الاخضر بحيس ان هو يبقى الورقة الخارجي بتاع الورقة طبعا زي ما قلتلكم انت ممكن تدراجي الالوان ممكن تخلي اللي هو فاتح آآ في اغمق في اغمق زي ما وردتكم في فيديو قبل كده هنخلص دلوقتي الورق الاخضر احنا دلوقتي كده قربنا نخلص الورق الاخضر تحطي بقى تلاتة تحطي اربعة تحطي اللي تحطيه آآ بحيس ان هو يعمل مزيج ما بين الاخضر وبين لون الوردة لكنه ده له خصن الخارجي بتاع الوردة وكده نكون خلصنا الورقة الورق كله ونكون خلصنا شكل الوردة الطبيعي طبعا انت عايزة وردة زغنانة خالص تقليلي في عدد الورق عايزة وردة كبيرة تقطري في عدد الورق وكل ما تكون يعني يعملي تدريج في حجم الورق صغير في اكبر في اكبر آآ ازاي بقى نشيفها دلوقتي هنبدأ نقص الجزء اللي تحت ده بالقطاعة انا للاسف ستغلم آآ سكينة بس لو الاطفال اللي بيشتغلوا آآ يعملوا بادوات السلصال هنحط بقى اللي هي السلكة بتاعة السنان الخلة الخشب اللي احنا قلنا عليها قبل كده تحطي كده بسيط تبدأي تفتحي بردك كده وتحطيها في اي سفينجة عندك او آآ فل او اي حاجة تثبت فيها خلة السنان زي اللي انتو شايفينها دي دي طريقة الطريقة التانية ان انتو تحطوها في آآ بلتة الالوان بردك زي الشكل ده الطريقتين تمام وبعد ما بتخلصي بتقومي آآ حطا لها ورنيش او مقوي او او اي حاجة تلمعها ودي آآ انتاج بعد ما عملت آآ مجموعة ورق تقدر تلزقيها على المج بشكل قلب او بشكل انت حباوت آآ زي نيعب بخرز مدون وده شكل المج بعد ما خلص ياريت آآ لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس ولو في اي استفصار سبهولي في الكمنتات ونحن نتعليكم باي باي